مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي كتاب معروف ومعروف جدا وهذا هو الجزء الرابع بتحقيق سعيد محمد اللحام طبعة دار الفكر بيروت لبنان 2005 ميلادي في الصفحة الثالثة والعشرين يحدثنا المسعودي الذي توفي سنة 346 للهجرة يحدثنا عن يحيى ابن أكثم من فقهاء المسلمين ومن القضاة المعروفين في التأريخ ومن الشخصيات البارزة في الحكم العباسي كان لواطا شهيرا ربما من الشخصيات التي لا يعرف لا يعرف من هو الوط منه الكسائي أيضا الذي كان أستاذا ومربيا للأمين والمأمون كان لواطا شهيرا وهو أحد القراء السبعة في كتب التأريخ حينما يتحدثون عن الكسائي الذي هو أحد القراء السبعة أحد القراءات السبعة من قراءات القرآن تنسب إليه قراءة الكسائي الكسائي كان من علوط الناس هكذا يذكرون عنه في كتب التراجب من أنه كان يدمن شرب الخمرة شرب النبي وكان يدمن اتيان الغلمان الروق الروق يعني الحلوين وكان يدمن اتيان الغلمان الروق وتذكر له حكايات طويلة في كتب التأريخ وله حكاية مع الأمين حينما كان يتتلمذ عنده في صغره وكيف أن الشاعر أبا نؤاس دخل على الخط في هذا الموضوع هذه الحكايات موجودة في الكتب لا مجال لذكرها الآن يحيى ابن أكثم في نفس هذا السياق فقيه لواط من فقهاء الأمة اللواطين خير نعمة خير نعمة وكان يحيى ابن أكثم قد ولي قضاء البصرة قبل تأكد الحال بينه وبين المأمون قبل تأكد الحال يعني قبل أن تتوثق العلاقة فرفع إلى المأمون أهل البصرة رفعوا الشكاوى إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه هذا قاضي القضاة في البصرة مسؤول القوة القضائية القضاء العراقي معروف بنزاهته منذ أيام العباسيين مشهود له مشهود له بالنزاهة منذ أيام العباسيين هذا قاضي القضاة في البصرة فرفع إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه الحكاية طويلة الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب عودوا إليها لكنني سأقرأ جانبا منها أيضا فذكروا للمأمون أبياتا وهي أبيات معروفة ليحيى ابن أكثم يتحدث فيها عن أصناف الصبيان فيقول أربعة تفتن ألحاظهم الألحاظ العيون أربعة تفتن ألحاظهم فعين من يعشقهم ساهرة يتحدث عن نفسه فهو يعشق الغلمان أربعة أربعة أنواع من الغلمان أربعة تفتن ألحاظهم فعين من يعشقهم ساهرة فواحد دنياه في وجهه وجهه جميل منافق ليست له آخرة مؤخرته صغيرة ليست كبيرة منتفقة فواحد دنياه في وجهه وجهه جميل منافق ليست له آخرة وآخر دنياه مفتوحة من خلفه آخرة وافرة وآخر دنياه مفتوحة من خلفه آخرة وافرة هذا حسنه في مؤخرته وثالث قد حازك التيهما حسن الوجه وحسن المؤخرة قد جمع الدنيا مع الآخرة ورابع قد ضاع ما بينهم ليست له دنيا ولا آخرة هذا هو فقه الأمة يقسم لنا الغلمان والخصيان والصبيان ولذا ابن أبي نعيم شاعر البصرة يقول يا ليت يحيا لم يلده أكثمه يحيا ابن أكثم يقول يا ليت يحيا لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه ألوط قاض في العراق نعلمه أي دوات لم يلقها قلمه المطبوع يلفها لا معنى للكلام هنا ولكن القلم يلوق في الدوات في المحبرة ويشير إلى لواطه ألوط قاض في العراق نعلمه أي دوات لم يلقها قلمه وأي شعب الشعب هي الطرق بين الجبال يشير إلى ما بين الرتفين وأي شعب لم يلجه أرقمه الأرقم الأفعى الذكر الذي يكون شديد السم بعد ذلك صارت ليحيى ابن أكثم صارت له علاقة قوية وشديدة بالمأمون المأمون في يوم من الأيام قال له يا أبا محمد من الذي يقول قاض يرى الحد في الزناء كان يقيم الحدود في الزناء لكنه لا يقيم الحدود في اللواط كان يفتي بحلية اللواط قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي هذا هو نفسه الشعر ابن أبي نعيم المأمون كان يريد أن يلاطفه وأن يحرجه فقال له يا أبا محمد من الذي يقول قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي فقال له ذلك ابن أبي نعيم يا أمير المؤمنين وهو القائل أميرنا يرتش وحاكمنا يلوط والرأس شر ما راسي قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي ما أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي فأطرق المؤمن خجلا ساعة خجلا أو خجلا ساعة ثم رفع رأسه وقال ينفى ابن أبي نعيم إلى السنت هذا هو وهقع العباسيين أميرنا يرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شر ما راسي قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي ما أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي هذه المجموعة من الكتب كتاب واحد موسوعة موسوعة غريبة هذا الكتاب عنوانه موسوعة العذاب يبدأ من الجزء الأول وينتهي بالجزء السابع موسوعة العذاب هذا هو الكتاب موسوعة والعذاب لمؤلفه الكاتب العراقي عبود الشالشي هذه الطبعة طبعة الدار العربية للموسوعات إنها الطبعة الثانية 1999 بيروت لبنان حاول المؤلف أن يجمع كل ما ذكر في كتب التأريخ عن العذاب الذي كان يقوم به الحكام الوقت لا يكفي كي أقرأ عليكم من هذه الموسوعة بخصوص أنواع العذاب التي كان العباسيون يتفننون بها لو رجعتم إلى هذه الموسوعة ستجدون أن العباسيين من بين كل الحكام هم الأكثر تفننا في التعذيب لقد تفننوا في التعذيب بشكل غريب وعجيب فكل أنواع التعذيب التي تخطر في البال والتي لا تخطر في البال كان العباسيون يمارسونها حتى مع أقرب الناس إليهم إذا ما غضبوا عليهم قلت لكم حكم عليه قشرة باسم الخلافة الإسلامية قشرة رقيقة جدا إذا اخترقنا هذه القشرة إنه الفساد واللواط والزنا بالمحارم إنها القذارات والأوساخ والجرائم والتعذيب والظلم بكل أنواعه والفساد بكل أنواعه إنهم العباسيون القدماء لكن أكثر هذا ما كانت الناس تعرف به من هنا وصف أئمتنا الحكام الشيعة في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا بالعباسيين مفاسدهم وظلمهم وقذارتهم كقذارة أولئك تبدأ من النجاف وتنتهي في بغداد الأوامر من العمائم وكل هذا وكل هذا الفساد موجود موجود في دهاليزي وكواليسي وكواليسي العباسيين الجدد في النجاف أولا وفي بغداد ثانيا والقذارة الأكثر في النجاف قبل أن تكون في بغداد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر